إزاي ممكن يا دكتور الناس تاخد بالها بقى وهي في البيت يعني تاخد بالها في أكلها تاخد بالها في مناعتها تاخد بالها من إنها تكون حريصة على صحتها في نفسها يعني مثلا بتشرف سجير وبنسمع برضو إنه المدخن ده معرض بشكل كبير لكورونا إزاي برضو ممكن يكون عندنا نصيحة ليه في الفترة الدقيقة دي شوفي يعني قبل ما تكلم عن المنظومة دي اسمحيلي إن أنا إيه أقول جزئية إنه كل واحد بقى بيفتي يعني التطايمات تنزل يقول لك لا التطايمات دي مضروبة والصين مش عارف حصل إيه فقدتها لمصر كل ده كلام فارغ ما حصلش وكل اللي حصل إنه الصين جربت آه هي منزلتش داتة لكن جربت التطايم بتاعف أكثر من مليون شخص أيضا أيضا اديته لدول كثيرة زي البحرين وزي الإمارات وزي إندونيسيا أكثر من مئة دولة واخدية ومصر دخلت في التجربة نفسها من خلال تلات تلاف متطاوة فيعني أنا نفس الناس تبطل أو تحاول إن هي كل واحد بيفهم في حاجة يخليه يفهم فيها وبلاش السوشيال ميديا يبقى وسيلة لأنه استقاء المعلومات الأساس دكتور هاشم بيقول إنه ندخل في دور إنكار إنه كل حاجة وحشة إن لا ما فيش حاجة أساسا وهم يعني الفاكسين أو اللقاح مضروب والحاجات الكويسة شايلينها لنفسهم الكلام ده ده كله دوكيومنتد يعني آه صحيح في حاجات ما نقدرش نتكلم فيها دلوقتي اللي هي الأثار بعيدة المدى أو دراسات أكبر بالنسبة للمضاعفات الجانبية لكن اللقاح آمن دي بتيجي مع الوقت لأنه ده موافقة ضرورية أو اضطرارية الدكتور هاشم جي ولا كم لا خلاص كمل يا دكتور عبدالله دي إحنا فقدنا التواصل مع دكتور هاشم يعني إحنا خدنا منه فكرة الإنكار وهي فكرة يعني الحقيقة بردو ملفتة إنه الناس رفضة خلاص تعيش الحيلة بردو بلا شك بلا شك فأنا عايز أقول الجزئية دي يجب إن إحنا ناخد بالنا منها وإذا كنتوا عايزين في أهل العلم يقولوا لكم لأن ما فيش حد حيضحي بأولاده أو بشعبه أو بحاجة زي كده علشان خاطر يراضي بس هو يعني في نفس الوقت خدي بالك فيه طلع استلاح اسمه الفاكسين ديبلوماسي الفاكسين ديبلوماسي ده خلى الصين تجتزب ناس من خلال إن هي تديهم التطعيم ببلاش وتديهم وكده هو وتقف جنبهم في الأدوات الطبية فأصبح ده نوع من جذب الدول بعيدا عن مثلا المعسكر الأمريكي نفس الوضع بالنسبة لروسيا فأوروبا برضو بتحاول تدعم الفاكسين بتاع انجلترا بتاع استرازينيكا فهي طبعا في الموضوع في تصارع وفي بيزنس وفي حاجات كتير لكن التطعيمات آمنة وهي في نفس الوقت فعالة لو فعالة بنسبة يعني بدءا من 80% وانتي طلع ده حاجة عظيمة جدا شكرا جزيلا دكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة شكرا على وجودك معنا يا ربنا ان شاء الله يعني 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 على خير بإذن الله شكرا يا دكتور سعيدة بأنك كلمت مع حضرتك النهاردة شكرا لكتور